ليسي كان قاعدة هو أدهم وبيكلم بكل حدة هو في أي أدهم ما تزبط نفسك كده بيت بحاولك تم دحكي وقلت له طب والله ما قادر استفزني رحت موقف العربية مرة واحدة أدهم دماغه تخبطت آه يا غبي الحركة دي كانت هتموتني وبعد كده رجعت سقط تاني وبصت له قلت له أنا لو سمعت دحكتك دي تاني هحدفك برا العربية طب هيا فين طيب هناك في القصر طيب نوعي يا صاحبي مش عارف لسه بس اللعبة قربت تخلص يا رب تخلص من غير خساير هو الودة راح فين ده كله أنا حاسس كده أنه هو كشفنا بيت قاد عمالة دقة في المكان اللي احنا فيه لكن هو كان مكان صحراوي ببص في المرأة لقدامه وتصدمت ليس في عربية ورانا طب وماله قلت الأدهم كده وبعد كده قللت من سرعة العربية علشان العربية اللي بترقبنا تسبقنا بص بقى يا باشا أنت تسيجي مكاني عشان يعرف نتصرف مع الشلة الجماعية دي وفعلا بدلت الأماكن بسرعة أنا ولايس ولايس خد السلاح بتاعه بكل احترافية وهو بصص ناحيتهم ايه يعني هنكشفهم يعني صوبت السلاح بتاعي ناحية العربية بتاعتهم هكتشف نيتهم وبعد كده لايس بدأ يضرب بالرصاص على شبابك العربية وبدأ هما اللي اتنين عمين يضربوا نار على بعض وأنا سرعت بالعربية علشان نتقدم عنهم ولايس يقدر أنه يصوب أكتر كان لسا عمالي يضرب نار وقال لي طبيعي على السرعة وبعد كده أنا انطلقت بأقصى سرعة وما زالي تبادل النيران مستمر بينه صار أخلايسي وقال لي هافل الطريق بسرعي أدهم روحت مدور عجلة العربية بسرعة خليتها طوف بالعرض تمنع مرور أي عربية خد سلاحك وانزل بسرعي أدهم وفعلا أنا وأدهم نزلنا من العربية بسرعة ولقينا قدامنا خمس رجالة نزلي من العربية التانية مسلحين وفضلنا عمالين نضرب نار على بعض لحد ما اطلقل في المسدس بتاعي خلص هجمت على واحد من الرجالة دول وخنقته من رقبته وبقيت بصدي بيه هاي طلقي بتوجه ناحيتي وبعد وقت من تبادل ضرب النار أخيرا خلصنا عليهم بس للأسف أدهم كانت صاب ووقع غرقان في دمه طلع تجري عليه هو بقيت عمالة فتش في جسمه عشان عارف ما كانت طلقة اجمد يا عمي دي في كتفك ما تقلقش المرة جاي أخدها في قلبي عشان تجمد انت وتشيل ناعشي ضحكت عليه وبعد كده سنته ودخلته العربية وبعد شوية كنت رجعت من المستشفى وقعد على سريري ورابط دراعي بقولك ايه أدهم أنا عايز أمشي حر لوحدها خلاص ماشي روح انت خرج ليس من القوضة بسرعة لكن ديمة اقتحمت القوضة وهي بتقول بكل رعب هأدهم ابتسمت لأن أنا طبعا مش هلاقي طريقة زي دي عشانا صالحة وبعد كده لقيت ديمة قربت مني بكل لهفة ودموعها عملة تنزل من عيونها مفيش حاجة يا ديمة أنا الحمد لله كويس اهدي بابا اتطالع ياط الحمد لله على سلامتك أول ما وصلت للأسر ودخلته بقيت عملة دور على حور بس ملقيتهاش طلع تجاري على الدور اللي فوق وبقيت عملة نادي عليها باسمها بس مبتردش وملقيتهاش في القسر كله نزلت جاري على تحت ببص في الجنينة لقيت حرمر مية على الأرض وجسمها دم تلج وفقد الوعي تماما اترعبت عليها رحت خدتها ودخلت بها القسر ونيمتها على السرير كان جسمها كله عملة ترعش وعملت خطرة في بعض الكلمات ومن دمنهم كانت عملة تقول حازم حازم ميلت عليها وهمست لها بكل حدان وقلت لها أنا موجود معاك هو يا قلبي حازم ايه دا أنا مش بحلم صح إلا مش بتحلمي يا عيوني أنا موجودة هو طب طب عشان خطر ما تسبنيش تانية حازم أنا عمري ما سبتك وعمري ما هسيبك حرية أحلامي وبعد كده حر رحت في نومها أو في الغيبوبة اللي كانت فيها وأنا فضلت حضنها بتملك شديد وفضلت عملة فكر شوية لكن بعد كده ما قدرتش هتغلب على النوم وفورا رحت في النوم أنا كمان دخلت الشقة بكل هدوء لقيت بابا قاعده صرحان تماما هو فيها حاج بتحبه ولا ايه هو في حد يزحى الساعة 12 الدهر عشان خطر يحب يا ابني عندك حق والله ها قمني يا مشت امت مشت من شوية كده خلتني فترت وخدت الدواء ومشت قم يا مراد ريح انت شوية انت نبط شاية في المستشفى من المبارح صاح ما تحملش هم منت يا حاج لو علي أنا كويس المهم انت تبقى كويس أنا عمري ما ارتاح غير لما لا أختك يا مراد ماشي يا حسن الكلب بس تجيلي كلب بقى أنا كلب كلب لما يأكل لسانك مهما تسافر وتنضف هتفضل زي ما انت يا معاف اول ما شفت نطيت في حضنه حسن دوت هو صاحب المقرب من وحنة في الحضانة يخرب بيتك يا كريم انت طويلتك ده ليه يا جدع او انت اللي قسرت هو انت يا ابني بتنفس محمد هنيدي تقريبا خليك انت بس نفس بورج ايفل المهم يا عم انت عامل ايه وايه اخبار العلم الخاص بتاعك اسكت يا ستا ده احنا غيرنا المجالات خالص ايه ها بقت بالطير طيارات ولا ايه لا يا ستا اللي حصل مع اخوك ما يتحكيش خالص تعال بس اطلع على شقتي هي قريبة من هنا واحكي لك يا شق شقتك ايه يا ستا وانت انضفت ولا ايه لا بعد الشر بس ابويا طردني من البيت وبعد ان رحت اقدرت شقة ليا الوحدي ياه يا جدع لا ده انت تحكيلي بقا ايه ده كريم مش ده ليلة ليلة مين ليلة ياض البنت اللي انت كنت كل يوم بمشكلة في الجامعة معاها اللي انت كنت بتحبها وروح تتصرحها قلبة كباية الشاي عليك يا اخي خلاص بقا مكفية السيح قطيت تعالي تعالي هغلسلك عليها حسين قال لي كده ومشي قدامي روح يا شيخ إيه لا يتنفخك ليلة كانت وقفة في محل لبسة حريمي وكان بتكنس لارض وصرحانة وبعد كده حسين دخل عليها هو في ايه عمي انت حد يدخل محلي كده برضو ما ردش علي وبقى عملي بص على الهدوم اللي موجودة وبعد كده قال لي هو في حاجات احلى من دي انت عبيت يا لأ شكلك دخل المحل ده برجلك هتطلع منه على كرسي بعجل يلا من هنا هو فيه يا ماما ما تهدي بس كده ايه اللي حصل يعني الكل ده هو سؤال اللي انا سألته رد على قد بقى كده هنرد بس استنى انحقوني انحقوني يا ناس بيتخمرش بي هقلت كده وبيتحاول تضربني واقف من بعيد وشايف كل اللي بيحصل ده والناس تلمت على حسين وفضلوا عما يضربوا فيه اطلع تاجر ودخلت المحل جوه استهدوا بالله بس يا جماعة انا قلت كده ولقيت معظم الناس بيبصوا ليا بكل شر انا بس اصد واحد واحد يضرب يعني سلاب اول ما فتحت علي وصحت من النوم ما لقيتش حر جنبي وقمت مفزوع وبعد كده ببص على المفاتيح العربية بتاعتي برضو ما لقيتهاش نزلت جري على تحت ولا لقيت حر ولا لقيت العربية بتاعتي رحت بتسرع لأدهم على طول هايوه يا أدهم تعال لي بسرع القصر اخلص مفيش وقت احكي يلا مستنيك اخدت العربية من القصر وسقطها باقصى سرع ومشت من المكان وانا دموعي عملا تنزل من عيني وبعد كده رحت على بيتي ودخلت على شقتي وقفلت الباب ورايا وفضلت منهارة من العياط اوه حسب يا الله ونعم الوكيل فيك يا كريم ها الله وانا مال يا لمبي هو انا اللي ضربتك ما ضربتنيش اوه بس هربت وسبتني يا جبان اوه يا ضهرياني يا ام ها 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 تعيش وتاخد غيرها يا نمس حسنت جاهل كلامي وبعد كده خرج من جيبه سجارة وبدأ ان هو يشربها ها الله ده من امتى انت بتدخن يعني يا ريتها كانت تدخين كنت بطلتها امال ده ايه ده ان شاء الله حشيش حشيش وبعد كده حسين امل مكانه وهو بيكلمني بكل حصرة كل حاجة يا صاحبي كل صاحبك بقى مدمن كل حاجة طب وليه يا حسين ليه كل ده هقولك انا ليه بقى يا صاحبي وبعد كده حكالي على كل الظروف اللي هو عاشها ووجهتهم ياه بقى كل ده شفته في حياتك وانا ابعد عنك يا حسين بس ما تيلاش يا صاحبة ناجيت وهتبطل القرف اللي انت بتشربه ده وهتتجوز وهتعيش حياة احسن من اللي انت نفسك فيها كمان كنت عادة في الشقة ولقيت الباب عمالي خبط علي يا جامد قمت بسرعة فتحت الباب واتصدنت لما لقيت الواقف دكتور مراد حور انا عايزك تيجي معايا حالا هاجي فين مش فاهمة وقبل ما يتكلم دكتور مراد كان قطع دخول ليس وادهم اللي اول ما شاف حور نده لها بكل لهفة وقال لها حور بصت على ليس وبعد كده بصت على مراده وبيقول لي حور انت لازم تيجي تشوف ابوك حالا اول ما قل لي كده بقيت وقفة مصدومة وبعد لحظات من الصدمة بدأت اتكلم وقل له ابو مين انا مش مش فاهم حاجة بصي مش وقته تعالي بس معايا وانا هفهمك قطع ليس بكل غضب وبيقول له تيجي فان ان شاء الله هو انت في حاجة في دماغك يا لانت ولا ايه يا حور لازم تصدقيني بقيت وقفة وحصة ان انا تايها مش فاهم حاجة يعني يعني انا ازاي انا لي يا ابا عيش بصي انا مستعدة فهمك اي حاجة بس لازم تيجي معايا ودلوقتي ابوك عايزك صرخت في وشه وقلت له ابو يا مين انت مجنون انا ابو يا مات وامي كمان ماتت وماليش حد وكان لسه يكمل كلامه رحت انا قطعت وقلت له مش عايزك تقول لي حاجة امشي امشي واعتبر انك ما جاتش ليا اساسا ولعو زي ما انت ما بتقول كده ابو يا وبتاع فانا هو بقولك يا دكتور مراد انا ابو يا خلاص مات حور ملاكش فيه انت يا ادهم ويردت خرج نفسك من مشاكلي لما لقيت حور مصممة بصت له بكل حزن وخدت بعض ومشيت وبعد كده لقيت ادهم بنادي علي مراد استنى انا جاي معاك هما مشي ولايسي في دلواف قدامي بكل اهدوء بصت له وبتسمت له بكل سخرية قلت له هيا ليسي به في حاجة تانية ستجدب وتخبي فيها وبعد كده قربت منه انا ما بتسمى له وقلت له غريبة يعني امال فيين قناعك طب وايه لازمته انا انت مين بص انا عايز اهرب من اي مواجهة لان حقيقي مليش اي طاقة ولو انت جاي عشان حاجة من اللي في دماغك فهي كلمة واحدة بس اللي انا احب اقولها لك في الوقت ده جوزي هالله يرحمه مات قبل فرح بيوم يا طارس زي ليس كله هو هو حازم عايزين تعرفوا كل دو اكتر استنوني في الحلقة اللي جاية وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلوكم اشعار لكل قصة جديدة شكرا